جميلة دكتور في هذه النقطة أنت تقول أنه الممكن الأهل يشوفون أنه جالس يفكر بتفكير سلبي طيب هل هي مشكلة أصلا؟ يعني طيب وينفكر بتفكير سلبي؟ وينفكر أنه يعني دائما عنده تفكير سلبي متشائم وهذا سيقدر إلى سؤال آخر لكن دعني أمرر هذه المقطب طيب يا أخي أنا كيف أكتشف أنه هذا أصلا مرض أو هذا مشكلة نفسية يجب علاجها؟ شوف يطلع المرض التفكير السلبي لما يبدأ يأثر على نفسيتك في مشاعر سلبية أو مشاعر سيئة كالقلق والتوتر كالخوف كالوسواس كالاكتئاب لما يعيش مشاعر سلبية سيئة وماذا تحس أنها قاعدة تلعب في جودة حياتي عرفتني بعض المرات عند الإنسان تحس كلمات كذا أنا محبط أنا فاشل أنا يائز التفكير هذا لم يأتي يقولها مرة واحدة ونتهي الموضوع لا يكرره بشكل مستمر لم يكرره بشكل مستمر أشه النتيجة المنطقية اللي لاحظ سيورها التسالفة هذه اللي هو الشعور شعور الاكتئاب ضيقة الصدر يبدأ يدخل في دوامة الاكتئاب النفسي عن العزال البعد عن الناس النظر الدنيا للنفس النظر الدنيا للذات يعيش يا رجل في معاناة نفسية محدد يعني الله العالم فيها أعرفت وهذا كله سبب أنه قاعد يعطي نفسه رسائل وإيحاءات سيئة وسلبية للغاية لها تأثيراتها النفسية عليه وبالتالي ستأثر عجلة حياته وفلن يبدأ يعيش معاناة نفسية فإحنا التفكير إذا بدأ أثير عليك نفسيا وبدأ تدخل معاناة النفسية أو أمراض نفسية أو مشاكل نفسية فهل تعرف هنا وقتانا تفكيرك خاطئ وإيجب تصحيح نعم برضو الشيء يجير بعض يعني أنت التفكير السلبي ترزيك وتلثلج كلما تدهر جات كلما كبرت ترهي الحاجة زي كذا وكلما تده نفسك رسائل وإيحاءات سلبية مع الأيام تكبر المسألة في راسك يعني أنك تشير اعتقادات يعني مثلا أنت تشوف نفسك أحيانا يقول الله أنا فاشل أنا فاشل هذه مجلة كذا من فراقي يعني عرف كيف مجلة إلا أن أحد كان يتلف عليك أنك فاشل وإنت حساس صدقتها واخدتها في نفسك يعني أنت تعطي نفسك هالإيحاءات السلبية باستمرار فهي زيل ليش يعني يقولك في مثل أو في زي ما يقال إن كثلة الدق وشفك يعني كثلة الدق وفك اللحام فك الحديد يعني كذلك ليش أنه أحيانا أنت كنت مرتبطي نفسك سيكون اعتقاد فك التفكير حوار نشو عنه اعتقاد اعتقادك هذا مع الأيام مع المشاعر السلبية مع الأحساس السلبية أنك صعب أنك تغير هذا الاعتقاد يعني يبغى هذا الشغل عليه جميل جميل جدا طيب فيما يتعلق بمسألة الكثرة التفكير السلبي هل هي تنعك سلبا على الشخص نعم في جودة حياتك أكيد في جودة حياتك كثيرة وش أكثر من تدخلك أمراض نفسية هذا أبسط حاجة